أهلا بحضراتكم من جديد السنين الأخيرة وزارة التربية والتعليم تبزل حقيقة ودايما جهود مضنية وجهود على قد ما تقدر علشان تنمي قدرة ولادنا على الابتكار والإبداع ومؤخرا أطلقت المسابقة القومية للمبتكر الصغير وسمحت للطلاب من المراحل المختلفة في كل أنحاء الجمهورية بالمشاركة في هذه المساقة وهدفها اكتشاف مهارات الطلاب في عصر الزكاء الاصطناعي والتطور اللي بيزيد يوم بعد يوم اللي احنا عايشين فيه وشعار المسابقة كان الاتحادات الطلابية والذكاء الاصطناعي ومعانا بقى النهاردة اتنين من الطلبة اللي فازوا في المسابقة دي وهم عبدالله محمد الفايز بالمركز الأول وسالم حمادة الفايز بالمركز التاني وايه بقى المشاريع اللي هم عملوها وتصفيات المسابقة كان شكلها عامل ازاي ده اللي احنا هنتكلم معاهم في هذه الفقرة فيها منورين الدنيا لا لا مهاراتك عبدالله وسالم مصبوط ومين اللي في النص ده حنفي مين حنفي حنفي ده تابعك انت يا عبدالله مصبوط في البداية قبل ما نروح لحنفي هو معلق يعني جواز وتكريمات ونياشين كتير هيا قبل ما نروح للاخ حنفي عايزين نتكلم بس ايه نعرف السادة المشاهدين بيكم اكتر تمام اتفضل عبدالله اولا انا اسمي عبدالله محمد جمال عبدالله مش عشان مركز اول وتاني او عتازة عشان يميني يعني بس انا اسمي عبدالله محمد جمال عندي 16 سنة ادارة الشرق مدية نصر من قاهرة اولا ده يعني انا من ادارة الشرق مدية نصر في قاهرة مدرسة سيد اسلمان اه السنوية السنوية بس ضبط اه تمام وسالم سالم حمد الصاوي من منصورة ادارة الشرق مدرسة السلام الله السنة كم تانية سنوية تانية سنوية يعني احنا الاتنين في السنوية تستعدين للسنوية العامة ولا ايه ان شاء الله رب العالمين طب احكينا بقى ده حنفي بالزبط كده ينفع نسميه مثلا حنفي عبدالله محمد احكينا عنه بقى وايه هي اصلا كانت المشاركة بتاعتك في هزي المسابنة طيب اولا المشروع اسمه حنفي AI Robot Assistant المشروع بيساعد الصم والبوك معامل الوان تمام هنتكلم عن جزء جزء بيساعدهم في ايه عبدالله بيساعدهم ازاي اولا حنفي بيساعد الصم والبوك ازاي اولا لو انا دخلت مثلا في اوتل او دخلت المستشفى ودخلي حدهم الصم والبوك هل انا كشخص عارف اتعامل معاه انا كشخص مثلا معرفش لغة الاشارة فانا محتاج حد ترانسليتر يبقى ما بيني وما بينه عشان افهم لغة الاشارة اللي هو هيقولها فبالتالي رب انت يقدر يشتغل ترانسليتر انه هو يفهم لغة الاشارة فبالتالي هو ممكن ياخد لغة الاشارة كحركة ويطلعها ككلام اه تمام واول حاجة هو بيعمل detect the face يعني بيشوف انا واقف فين بالزبط ويتحرك ورا وشي بالزبط انا واقف فين لو انا حد طويل او حد قصير حاجة حد جيش يمين او شمال يقدر يتحرك ورا بسنسور كده بحساسات بالكاميرا حاجة اللي هي علاقة بالartificial intelligence اه اولا ده بيبقى موديل كبير انه هو بي detect the face ويقدر ي detect the face والhand في نفس الوقت اه لان دي حاجة اسمها multi threading ان انا كل الكلام ده يشتغل مع بعضه ومن غير ما يهنج ومن غير ما يعلق فبالتالي انا مستخدم microcontroller اسمه jetson nano هو ده المسئول اللي هو العقل بتاع المشروع اه هو العقل اللي بيغزي المشروع كله يقوله ازاي يتحرك اه وبعد كده بعد ما بيشوف الفيس واقفين بالزبط قادر ارفع ايدي واعمله الحركة طب ايه فايدة النانا ان هو يحرك راسه ايه فاير مثلا او حاجة فهو لازم يرفع ايده فوق خالص انا انا مش مش عايزه مش عايزة تعب المستخدم اللي هيستخدمه وغير كده ان هو في حركات اشارات بالجسم كمان في اللغة الاشارة فبالتالي انا عايز اخلي الجسم كله يبان قدام الكاميرا عشان يعرف يفرق ما بين لغات الاشارة لان لغات الاشارة كتيرة جدا اه طب احنا مش هنكمله ولا هو ده بس كده كتكملة كتكملة لا احنا مش هنحتاج جزء التحتاني في اي حاجة غير ان هو يتحرك اه كشكل جمالي بس او يتحرك بس هو حاليا في اين بروسسنج ان انا بعمل الكتف الكتف ان هو يحرك ايده زي الانسان بالضبط ويعرف يرفعها ويعرف يسلم عن الناس يعني يقدر يمدي ايده ويسلم عن الناس اه الميكانيزم قرية دي بشغال عليه وان انا اشتغل عليه وان هو يرفع ايده ويسلم وان هو كمان يحط ايده على جسمه ويقول معنى اللغة دي ايه بالضبط شيء رائع جدا عصر الزكاء الاصطناعي اللي احنا عايشين فيه والاروع والشيء الحميد ان انت بتفكر في الاخرين الافادة للاخرين فده شيء رائع جدا دايما العلماء بيستقوا مراتبهم العليا من مساعدة الاخرين فاشكرك جدا ولسه هنروح اكتر لان انا عايز اعرف كتكنيكا البقى بيشتجل ازاي يعني وانت يا سلم انت جاي على سفر من منصورة لجل منور القاهرة حبيب قول لي بقى المشروع بتاعك اسمه ايه اسم المشروع بتاعي اسم بروجيكت اسم بروجيكت اسم بروجيكت ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن انا بستخدم سيرفور جوه لانشر اسمه 5M من السيرفور ده هفتح لك امكانية ان انت تقدر تعمل منظومة تعليمية كاملة الكترونية اه لا مش فيه فهمها لي بشكل ابسط دلوقتي انا كطالب عشان اتلقى العلم لازم روح للمدرسة وتعمل مع المدرسين اه انا هوفر عليك ده كله واخليك وانت عاد في البيت تقدر تخش مع المدرس بتاعك بجسم واقعي جوه اللعبة نفسها وجوه البروجيكت لعبة؟ هي لعبة في الاساس اه عملت بيلد للماب بتاعها بعد ما عملت بيلد استخدمت لانشر 5M في ان انا اعمل سيرفور انا عايز بعد اذن حضراتكم لو فيه اي مصطلح ليه مرادف اخوكم ضعيف في الانجليش يعني برضو السادة المشاهديني واخدين بالهم منها بعد ما استخدمت اللانشر او المحرك 5M جبت حوست خاص بيه او سيرفور خاص بيه السيرفور ده ببدأ احط فيه اكواد وعرفه بFX manifest بعد ما بعرف الاكواد بتاعتي بيبدأ استقبلها النظام ويوجهها لك كواجهة رسمية بس تبقى المحتوى بقى اللجوه المحتوى اللجوه انا بيبقى عندي full access عليه و full control اه بس عن طريق ايه مدرسين ولا كتب ولا شوف انا اقدر اخلي المدرس يخش ويبقى مع مثلا access admin بحيث ان هو بقى عنده السيطرة على الطالب وفي نفس الوقت هعمل بعض التعديلات بحيث ان الصوت يوصل للفصل كامل ممكن اعمل مشروع هندسي كامل واعمل مدرسة واقعية جدا جدا الحاجات دي تخوف ولا حاجات كويسة ولا ايه حاجات تخدم المجتمع كل حاجات تخدم المجتمع مفيدة اه بس ده كده ممكن يخلي الطالب مثلا ما يفتحش اكتاب او ما يدورش او ما يروحش او يفقد التواصل ما بيننا وما بين المدرس ولا ده شيء اضافي لا ما هو المميزين ان انت بتتعامل مع المدرس نفسه ولكن في واقع افتراضي اه غير كده بيبقى فيه رقابة ابوية من الموضوع دلوقتي انا كمدرس لما احب استدع طالب او او اصل شك والولي امر لازم تبقى عن طريق الطالب انا لغيت الموضوع ده تماما بيبقى المخالفة بتنزل من المدرس على طول بتوصل تلقائي لتليفون الاب او الام ده انتو عبقرة يا جماعة والله ده شيء رائع جدا بس انتو بتستقل معلومات والحاجات دي منين يعني انتو في المدرس عادية صح؟ مصبوط اه يعني بتشتغلوا على نفسكم ازاي؟ يعني بتعجبك مثلا لما اعملت حنفي ده ايه اللي خلاك تفكر فيه؟ هل اتعملت مع اخواتنا من الصم وعلشان كده قلت انا عايز ابقى شيء ابقى بني قدم ايجابي ولا لفت انت باك حاجة فقلت امصرها او اطوعها لحاجة ايجابية وكزلك هيبقى نفس السؤال مع سالم يعني طيب اولا ازاي ان انا ابتدأت او ازاي انا بدأت اصلا من الاول خالص انا بدأي بقى لي سبع سنين في المجال البروجرامنج سبع سنين على مدار السبع سنين دي كلها درست حاجات كثيرة جدا زي الارتفيشل انتليجنس والايو تي ومجالات كثيرة جدا لكن ما كانتش عبدالله ابتكارات كانت دراسة وبحث اه بالضبط لكن هو ده اول ابتكار ليك صح؟ مظبوط كان فيه ابتكارات قبل كده بس ابتكارات كانت موجودة يعني سمارت هوم عملت سمارت هوم في البيت عملت مثلا روبوت كشف الغام عملت مثلا روبوت يقدر يزرع ويقدر ياخد الزرع والكلام ده كله كل الحاجات دي موجودة اما انا كنت عايز اعمل روبوت انت كانت موجودة وانت عملت النسخة مثلا لا يعني ايه اللي سمارت هوم دي سمارت هوم يعني انا عمل تلاقي الواحده يعني مع الاردرات هقول له حضرة كان انا مثلا في قطي حاليا اول ما باجي ادخل عندي اطفل نور اولا عن نور اعمل اي حاجة انا عايزها ولو انا مثلا نزلت في الشارع ونسيت مثلا التكيف شغال او حاجة حصلت فقدر افتح موبايلي ووطفي التكيف عشان انا مثلا نسيت نسيته شغال ادخل القوضة سقف سقفتين على النور اشتغل ادخل مثلا اقول لأليكسا او سيري ان انا عايز اشغل اللايتس اقدر اشغل اللايتس عادي خاص الاسرة كانت مبسوطة بدا اقول لك خايفة هتلعب في القهرابة اقول ايه يا ابني اقول ايه في الاول طبعا كانت صعبة شوية لان هي انا بتعامل مع كهرابة امتين وعشرين اه طبعا فالغلطة فيها ممكن اتوادي يعني فبس الحمدلله يعني خلت بالي وطبعا استخدمت حاجات معدات خلت بالي منها وانا بستخدمها عشان ممكن الكهرابة امتين وعشرين او يحصل حاجة فبالتالي ان انا وخلت كيب المناجمنت ومستخدم مايكرو كنترولرز حديثة شوية انها تفتح سيرفرز وتبقى لوكل وجلوبل يعني ايه لوكل وجلوبل دلوقتي مثلا انا في البيت اه لان انا على نفس الشبكة على نفس الشبكة دا كده انا قادر افتح ايحد ممكن اعمل الان انا لو فتح على نفس الشبكة اصعب حاجة ان انا لو انا برا البيت وعايز اتحكم بحاجة جوه البيت لأن أنا على شبكة وهو على شبكة تانية خالص فكده أنا بطار أن أربطه على الحاجة اسمها دومين الدومين ده هو ده اللي أقدر أتحكم بالحاجة بتاعت البيت كلها هو الكنترول بتاعتها بالزبط كده كل الحاجة بتاعت البيت كلها أقدر أحكم بيها بره البيت عادي خالص نشاء الله رائع رائع وإنت يا سلم أنت استقيد برضو الفكرة بتاعتك هل من شيء أنت كنت مفتقد ومسلا ما بينك وما بين زميلك أو ما بين زميلك والجهة الأخرى التعليمية المدرس أو كده ولا جات لك منين يعني شفت حاجة أو قريت حاجة لأنه ممكن الأفكار دي بتيجي من قرية ترواية أو قرية أو سمع مزيكة فبيتجي لك فكرة فعايز أعرف برضو الفكرة بتاعتك جات إزاي لمعت في دماغك إزاي فأنا في المبدأ كنت بلعب زي زي أي حد طبيعي فبحكم أنها بتعلم برمجة كان جاي الفضول أن أنا أعرف إزاي برمج في الجام دي بعد ما تعلمت قلت طب ما أنا ممكن أفيد نفسي أختصر عن نفسي الوقت اللي أنا بروحه في المدرسة وقت المواصلات وأي أن يكون وأخليه من البيت فبالتالي أنا هستفيد من أنا أخد راحتي في بيتي أكتر وفي نفس الوقت أنا مش مؤثر مع الجهة التعليمية رائع طب والوقت اللي أنت يعني وفرته ده بتقامل فيه إيه بلعب فيه بقى فرحة أه طب المواهب والرياضة يعني أنتو برضو أنا آسف يعني دحيحة مذاكرة والكلام دو ولا ليكم زي ما سالم كده بيقول بلعب عادي زي أي حد طبيعي يعني أنا ملعبش مش هاي بقى أنا مش طبيعي يقول ليه أنا ليه مواهب تارية غير البروغرامنج إن أنا بعرف أدرس أنا أورادي تيتشر في الأيو سي بدرس في الأيو سي في الجامعة الأمريكية بدرسهم إزاي يعملوا أو اللي هي الدواري الإلكترونية اللي هي البورد باعلمهم إزاي يعملوا البورد ويعملوا لها فابريكيشن وأورادي مدرس أكتر من 150 طالب على مستوى الجمهورية والحمد لله دخلت بتو تيمز أنا مدربهم دخلت بيهم مسابقة روبو تشالينج والحمد لله يروح يمصلوا مصرف رومانيا الشهر ده اللي من شهر 11 إن شاء الله السنة ديت هيروحوا يمصلوا مصرف رومانيا الله الله ده أنتو حاجة مشرفة جدا جدا يعني طب أنت يا سالم يعني أحلامك إيه؟ يعني عايز تروح لفين؟ يعني نفسك يبقى مين مسلك الأعلى اللي أنت نفسك تروح له؟ هو صراحة ما ينفعش حط سقف أحلام لأن دايماً الواحد بيطمح الأفضل ولكن بشكل مبدئي أنا مخطط أن أحاول أطور نفسي أكثر وأعلم فريق معي ونبدأ نأسس شركة عربية ومعتمدة على نفسها هتبدأ تقدم كورسات بشكل مجاني وفي نفس الوقت إن إحنا نبدأ نستغل المجالات اللي إحنا ما نعرفش عنها حاجات طب ما بشكل مجاني كده هتكسبوا مني؟ هنكسب إزاي؟ دلوقتي أنا في مجالي المميز فيه إن أنا بعمل حاجة مرة واحدة بس وبعبعها أكثر من مرة فأنا الفريق بتاعي وهو بيدرس أو بيعلم معافواً وهو بيعلم هيكون بينفذ مشاريع المشاريع دي هبدأ بيعها فبالتالي هيبقى في مصدر داخل جاي من الهواء ما شاء الله لا مش جاي من الهواء جاي من من تعب سنين قبل كده عبدالله أول يعني مقيدك راحت أو راح يعني نفسيتك كده أو شغفك لما لموضوع التصنيع أو أن أنا أبتكر حاجة أخلق حاجة من لا شيء ده جي من وإنت يعني قد إيه؟ من أنا صغير وعايز برضو أنا آسف عايزة أقول برضو للناس الاتنين الأطفال أو الشباب وأهليهم أولئي الأمور لو أنا عايزة أبقى زيكم أتبع إيه أو أقرأ إيه أو أتعلم فين وأولئي الأمور لو لقوا أولادهم بيعملوا الأنشطة دي عليهم يعملوا إيه طيب أولا أنا بدأت من نوع صغير خالص زي ما قلت حضرتك من سبع سنين فيعتبر كنت في ستة دايئة أو خمسة دايئة حاجة زي كده فطبعا بشكر وردتي والدي جدا أن هما اللي كانوا مشجعيني قوي أن أنا أدخل في المجال ده وإحنا بنشكرهم بطي جدا بعد كده المجال ده open source يعني إيه open source يعني كشخص ممكن يتعلم self learning عادي خالص يعني أنا ممكن أتعلم فيه مواقع كتير جدا عن نت أنا لو كتبت بس اللغة اللي أنا عايزة أو الحاجة اللي أنا عايزة أعلمها أقدر ألاقي طب إيه اللي ممكن أبدأ به إيه السهل اللي ممكن أبدأ به عشان أوصل لمرحلة عالية طبعا من أشهر اللغات اللي موجودة حاليا اللغة بايثن لغة بايثن هي دي أشهر اللغة حاليا ممكن لواحد يبتدي بيها ده إيه اللغة دي ديه لغة برمجة ديه بتعتمد كليا على إن هو ال syntax بتاعها سهل معنى كلمة syntax يعني إيه كتبتها سهلة مش محتاجة مش محتاجة حاجات كتير قوي أنا بس يا دوب أكون عارف بس إنجلش شوية شوية بسيطة جدا وأقدر بعد كده أتعلم 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 فيها لغاية ما وصل فيها في artificial intelligence وعلى فاكرة حانا في برمج كله بلغة بايثن لغة بايثن بنسألش إن هي سهلة بس هي لغة عظيمة جدا من أكتر اللغات اللي ممكن الواحد يستخدمها وفعلا يوصل بيها لحاجة كبيرة جدا لأن أصلا ديه لغة شركات يعني شركات حاليا بيبرمجوا بيها غير طبعا لغة C++ وC اللغة C++ هي لغة كويسة جدا وسريعة جدا بس مشكلتا أن هي الـ syntax بتاعا بيبقى صعب بداية في الأول طب إيه اللي ممكن أبدأ بيه كهردوير أو إيه اللي ممكن أبدأ بيه إن أنا عايز أعمل هردوير وحاجة مينفذها بإيدي بنبدأ بحاجات سهلة حاجة اسمها أردوينو ده المايكرو كونترولر أو العقل اللي ممكن أبرمج بيه ده اللي ممكن أبرمج بيه وممكن أوصل بيه حاجات ممكن أوصل بيه لما في البيت أجرب أشغلها ممكن نوصل بيه سنسورز واشوف بقى ايرات السنسورز تطلع ازاي والحاجات دي كلها تمام طب سالم اخيرا بقى يعني نقول ايه بقى لأولئي الامور لأولئي الناس ابنائهم عبقرة زي زيكم كده بسم الله وان شاء الله يعني هو بفكرة عام انا بني ادم طبيعي زي زي غيري لكن الفكرة ان انا اهلي دعمتني شوية في حتة الاهتمامات اللي انا كنت بالتفضلها يعني انا التفتت البرمجة دعموني التفتت الحاجات تانية كتير كانوا بيدعموني فيها زيانا بيدعموك بايه يعني بينهم بيسيبوك في حالك زي ما انت عايز ولا بيدعموك يرشدوك لحاجات او يجيبو لك اللي عنده نصيحة بالدهاني وفي نفس الوقت لو احتاجت حاجة او برودوكت معين بيجيبوها لي فده كان شيء سهل علي الموضوع بشكل كبير يعني ده ابدا مش معطل لدراستهم ابدا هو الموضوع سهل جدا هو الفكرة بس الواحد لو شف اهتمامات طفله ايه وتعامل معاه وكبر اهتماماته اكتر فممكن يطلع منها حاجة عظيمة انتو هتبقوا اباء رائعين يعني باذن ده انا سعيد جدا معاكم ومشان اللي هاختم الفقرة ولا الحلقة انا هخلي يعني حنفي بقى هو اللي يختم لكن قبل ما نروح لحنفي انا بشكرك جدا 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 عبدالله محمد وبشكرك جدا جدا سالم حمادة وبالتوفيق دايما يا رب وعايزين المراكز ديان ان شاء الله تبقى مراكز عالمية نورتونا وشرفتونا وكل سالم طيب ايه حضرتك متشكرين طبعا عم حنفي اولا مشروع اسمه حنفي تمام هنشوف بقى المشروع ازاي يشتغل اولا انا بعمل قدامه او اللي هي لغة الاشارة لغة الاشارة بتختلف من لغة البلد لبلد واللغة اللغة انا حاليا معرف له ست حركات السيين هنجربهم دلاتي ونشوف هو هيتطلعها لي ازاي ككلام وازاي هينفزها بالطرف الصناعي الموجودة فيه طيب اولا اول حركة اول حركة دي ات اللي هي معناها I love you I love you My name is Han Afit My name is Han Afit Good my bro Good my bro Good my bro Help me Free Palestine Free Palestine Free Palestine تمام ده الجزء الاولاني ده الجزء بتاع الصم والبق جزء عامل الوان المفروض ان انا بدخله الكالر وهو بيديني الكالر ده اللونه ايه بالضبط طيب معنا هنا حبة الوان كده هنجربهم اللون او اللون اللي هو اللون البينك الجزء 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 حلم ملموس مش حلم بس في الخيال يعني يبقى احنا خلصنا الحلقة بتاعتنا النهاردة نشوفكم دايما يا رب على خير السلام عليكم